معنا من بيروت اختصاصية التغذية فيرلين الجميل صبح كله بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم هل فعلا في ارتباط لهذه الدرجة وثيق بين اللي يناكله وبين اللي يظهر على أجسادنا وعلى جلدنا من الخارج فيرلين مضبوط هو إذا بديك النمط الحياة الصحة الكامل يلي هو بيشمل الغذاء الجيد الغذاء يلي بيحتوي بشكل كتير كبير على زيوت الجيدة يلي هي أكتر شي مصادر الأوميغا ثري يلي كتير من الدراسيات حكيت عن علاقة الأوميغا ثري بحماية الجلد من الشيخوخة المبكرة ومن كتير كمان أمراض فيها تكون عم تسيب الجلد الأوميغا ثري يلي موجود بالسالمون بالناتس أو المكسرات النية مثل الجوز ببعض الخضار مثل البروكولي وكل زيوت السمك بيانت الدراسات عن أهميتهم للمحافظة على بشرة صحية غير أنه كمانا الدراسات عملت على كتير من السابليمانس مثل الفايتامين بي ثري يلي كمانا قد فيها تكون عم بتساعد حتى الأشخاص يلي عندهم أو تعرضوا بفترة من حياتهم لسرطان الجلد قد مهم يكون عم بياخدوا مصدر للفايتامين بي ثري اللي موجود بالخضروات الخضرة داكنة اللون مثل سبينتش مثل بروكولي مثل كل شي لونه أخضر داكن الحبوب الكاملة البقوليات الفاصولية العدس الحبوب الحمص كل هيد الأمور كمانا قد مهم نكون عم نقطعها بنظامنا الغذائي كتير من الدراسات عملت عادي نمط الغذائي الصحية اللي هو قليل بالسكريات السريعة كمان عم مهم أنه يكون عم بيخفف البذور بالوجه يعني عم نحكي هون نظام الغذائي اللي يبتعد عن الحلويات والسكريات المصنعة عن الشوكولات عن كل هالأمور يلي عن مشروبات الغذية اللي بتحتوي على كمية سكر بشكل كتير عالي بيانت دراسة تقدم مهمة وأساسية حتى اللي تكون عم تخفف من البذور بالبشرة طيب فرلين هل النظام الغذائي يحمينا ويقينا مثلا مثل ما ذكرتي من أثار العمر من التقدم بالسن من بعض الأمور إذا الواحد مثلا بشرته دهنية تبدأ تخف ممكن دهنية البشرة من خلال اتباع نظام غذائي معين لكن هل ممكن إذا الواحد عنده مشاكل أصلا في البشرة من خلال النظام الغذائي يخفف من هذه المشاكل اللي تكون يعني هو للوقاية ولا أيضا للعلاج بدراسات عملت مثل دراسة عملت بأستراليا بيانت الفرق بين الأشخاص اللي بيهتموا بالسكن تبعهم والبشرة من خلال اتباعهم للكرامات الجيدة وعدم اتباعهم لنظام غذائي صحي والفرق بينهم وبين النساء يلي مع الاهتمام ببشرتهم كانوا ماشيين بنمط غذائي صحي بيانت انه النساء اللي تبعوا نظام غذائي صحي كان عندهم تأخر بالشيخوخة وكان عندهم نظارة بالبشرة أكتر وكان عندهم إذا بدنا نقول جودة ونوعية بشرة وبشرة صحية أكتر ونكون عم نحكي عن نظام غذائي صحي بنكون عم نحكي عن نظام غذائي بعيدة عن السكريات بعيدة عن المشروبات الغازية بعيدة عن الأكل يلي مركز على اللحوم المصنعة أو اللحوم المدخنة والدهون المشبعة الموجودة بكترة القلبين والأجبان اللي كتير حتى فيهم دسامة عالية الكحول التدخين قلة شرب الماء الاكثار من شرب مصادر الكافيين مثل الشاي والقهوة ونحن على نظام غذائي مركز أكتر على الحبوب على البقليات على الفواكه والخضرية اللي هنه مصادر أساسية بالمواد المضادلة التأكسد على الاكثار من شرب الماء على أنه نكون عم ناخد مصادر الزيوت الجيدة اللي موجودة بالمكسرات وبالبزور بيّن هون الفرق أنه اتباع نظام غذائي صحي بساعد أنه نخصف من أكسدة الخلية ونعرف أنه أكسدة الخلية بتنتج عنا شيخوخة مبكرة ونعرف أنه النمط الحياة اللي عايشينه اللي في كتير سترس وفي كتير ضغوطات وفي كتير سر زي ما نقوله خلّها أنه يستفع عنها تأكسر أو بآخر وفعلا كل ما يدخل إلى أجسادنا ينعكس على مظهرنا من الخارج وفعلا مثل ما يقال أنت ما تأكل شكرا جزيلا لك من بيروت اختصاصية التغذية فيرلين الجميلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر